السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم الفحافة متابعينا الكرام معكم المهندس السياسين طبعا احنا منبين محتويات قناتنا على اليوتيوب HVAC Zoom اللي طبعا احنا منقوم بتحميل كل الفيديوهات والكورسات التعليمية والعملية من المواقع على هذه القناة اللي منتمنى دائما دعمكم لها كل الكورسات والمعلومات المقدمة مجانية تماما للمتخصصين وغير المتخصصين مثل ما شايفين هون احنا عندنا اكثر من 1800 فيديو تم بذل جهد كبير على طبعا انتاج هذه الفيديوهات وتحميلها على قناتنا على اليوتيوب طبعا احنا ما في عندنا منتاج او تنسيق بالنسبة للفيديوهات كل فيديوهاتنا هدفها الاول والاخير تقديم المعلومة العملية للمتخصصين في هذا المجال طبعا عندنا هذه صفحتنا الرئيسية يعني لتسهيل يعني الحصول على المعلومة بشكل مباشر في عندنا هون الفيديوهات وفي عندنا ايضا قوائم التشغيل هون اذا بتضغط على قوائم التشغيل راح تطلع عندك بعض القوائم اللي احنا يعني مجمعين فيها بعض الفيديوهات المتخصصة او ذات العلاقة المشتركة حاطينها في قائمة تشغيل واحدة مثل ما شايفين هون في عندنا الحلاقة بين وحدة التكييف وتصميمها ومواصفات ومواصفات الفنية وتصميم للمشروع ايضا في عندنا اعمال الدكت في عندنا الـ والبكاتجونيت شرح ايضا في عندنا تصميم الدكت والاحتراف في تصميم الدكت من الصفر عندنا قائمة التشغيل ايضا لإقرلات الهواء وايضا عندنا طريقة دراسة مخططات التكييف والتأسيس الصحيح وعندنا نصائح ايضا وعندنا ملاحظات احنا منقدمها حسب طبعا الواقع الموجود ومنقدم نصائحنا في هذا المجال حسب رؤيتنا وحسب وجهة نظرنا وعندنا حصر الكميات ايضا لمشاريع معينة عندنا ايضا ترمستات مكيف السبل الدكت الـ الاجينيرال الشرحين كل الاعدادات الخاصة بهذا الترمستات عندنا طبعا رأينا بالتكييف المخفي حاليا انظمة التكييف المختلفة ومتى يستخدم كل نوع ومملكة الفرق بين انظمة التكييف المختلفة في عندنا ايضا قائمة تشغيل لطرق التأسيس من المواقع عندنا مكيف سبلت يونت متسوبيشي شارحين كل الاعدادات ايضا في عندنا وحدة تكييف البكيج يونت نوع متسوبيشي ايضا شارحينها بالتفصيل في عندنا كورس تكييف حاليا احنا شغالين عليه المشروع في دبي نقوم بشرح عمليات التصميم بشكل مفصل تماما في عندنا كورسات مختلفة لمعظم المشاريع اللي احنا شغالين عليها في عندنا كورس تكييف شايفينه هون عبارة عن مشروع سبلت داكت مكون من مية وستين محاضرة شارحين فيها كل ما يتعلق بعملية التصميم وعندنا ايضا شرح عن تكييف السبلت والوحدة الداخلية وكل ما يتعلق بها وايضا في عندنا دارة التبريد ايضا بالتفصيل احنا شارحينها ب54 فيديو المهتمين بموضوع دارة التبريد وفي عندنا يعني فيديوهات عملية وكورسات تصميمية للمشاريع كلها لمشاريع احنا منقوم فيها عندنا شرح للدكت سايزر وعندنا ايضا شرح لمكونات الهواء ايضا والرطوبة النسبية ونقطة الندى وعندنا ايضا قائمة تشغيل متخصصة بالفنتيليشن سيستم نظام التهوية عندنا شرح لترمستات الوجينيرال مثل ما ذكرنا سابقا عندنا قائمة ثانية عندنا شرح لريموت السوبر جينيرال سبلت يونت وايضا ريموت المتسوبيشي سبلت يونت وايضا شرح لريموت المتسوبيشي سبلت دكت ايضا وفي عندنا شرح لريموت الوجينيرال سبلت يونت ايضا البكت يونت وكل ما يتعلق فيها في عندنا شرح لإعدادات تربستات الاسكي ام عندنا فيديوهات عملية أيضا كل الفيديوهات احنا معظمها جمعينها هون في عندنا اكتر من 648 فيديو عملي من المواقع كل الاعمال اللي احنا منقوم فيها منقوم بتصويرها وشرحها للشباب الجدد اللي داخلين في هذا المجال نتمنى من الجميع الدخول الى قناتنا احنا طبعا زر اليوتيوب موجود في صفحتنا على التك توك ايضا نقوم بالترويج لهذه القناة حتى تنتشر وتصل الى اكبر عدد من المستفيدين على مستوى الوطن العربي اللي منتمنى انكوا تساعدونا في نشر هذه القناة لانه ما نقدمه هو يعني زبدة خبرتنا لفترات و لسنوات طويلة احنا منقدمها ان شاء الله بكل تفاصيلها لابنائنا ولثملائنا الجدد العاملين في هذا المجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة